في مرض نادر من أصعب الأمراض اللي خلقها ربنا اتسمى على اسم واحد من الأنبياء النبي ده بيضربوا بيه المثل في الصبر وهيحتاج بيه ربنا يوم القيامة على أصحاب الابتلاءات يطرى هو مين وحكايته ايه قبل ما نبدأ ياريت نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأتمنى أنكم تساعدوا في انتشار الحكاية لقب الصديق لقب ما اختصش بيه سيدنا أبو بكر الوحد لكن كان فيه شخصية مشهورة من قبله اتلقبت بالصديق وهو نبي الله أيوب اللي اتضرب بيه المثل في الصبر وتوصف بأنه الأواب وده وصف اختص بيه ربنا تلاتة بس من الأنبياء هما داود وسليمان وأيوب وأيوب نبي كريم من أنبياء الله العظام اللي استقبلوا الوحي بدليل نص الآية 163 من سورة النساء ويقال أنه أرسل لمنطقة حوران الموجودة في المنطقة ما بين سوريا والأردن أما نسبه فهو أيوب ابن موس ابن زراح ابن إسحاق ابن سيدنا إبراهيم ويقال أنه كان من الروم وفي بعض الروايات يقال أنه كان ابن أخت نبي الله لوط عليهم جميعا السلام وأيا كان في كل المصادر بينتهي نسبه لسيدنا إبراهيم استنادا على الآية 84 من سورة الأنعان أما زوجته فتبقى رحمة أولية بنت ميشا ابن يوسف ابن يعقوب عليهم السلام وفي بعض المصادر هي بنت إبراهيم ابن يوسف مش أخوه ميشا وحسب المفسرين فأيوب عليه السلام كان شخص من عيلة كبيرة عنده أهل كتير وعنده عدد كبير من الأولاد يقال أنهم كانوا عشرة سبع أولاد وثلاث بنات وكان غني جدا عنده أموال وأملاك وعنده بيوت وأراضي وعبيد ومواشي وغنم وطبعا كان سليم معافى وعايش حياته طبيعي جدا وبيته كان ملجأ لكل محتاج وملاز لكل فقير وكان بيدي الكل بدون حساب ورحيم بالفقرة والمساكين لدرجة أنه ما كانش ممكن يأكل إلا لو في بيته فقير بيقسموا اللقمة وكان بيتكفل بالأرامل والأيتام ويكرم الضيف ويكسل محتاج لكن في لحظة بيضيع منه كل ده فبيفقد كل ماله وصروته وبيموت كل ولاده وهنا بيقال أن البيت وقع عليهم فماتوا جميع وابتلى ربنا بالمرض اللي نهش في كل عضو من أعضاء جسمه وما بقاش فيه موضع إبرة من جسمه سليم وتقلم ألم فوق الاحتمال ونام طريح الفراش كل أعضاءه ميتة معدى قلبه ولسانه لكنه صبر واحتسب وشكر ورضى بقضاء ربنا وقدره حتى لما كانت زوجته تقوله ادعي ربنا يحوش عنك المرض كان يقول لها أنا عشت سبعين سنة سليم معاف يبقى لازم أصبر سبعين سنة زيهم على المرض واللي أصاب أيوب عليه السلام مرض بيحمل اسمه لحد النهاردة واسمه مرض أيوب المناعي أو مرض الفقاع وهو مرض نادر مزمن وخطير بيشبه الجدري لكنه أشد في الألم والمضاعفات لأنه بيصيب عمك الجلد مش الطبقة السطحية وبيسبب تعفن في النقط اللي أصابها المرض علشان كده كانت حالة أيوب عليه السلام صعبة ورحته الصعب إن اللي حوالي يتحملوها وطال المرض واختلفت المصادر في المدة اللي أضاها أيوب مريض اللي قال إنه قاعد ثلاث سنين واللي قال سبعة واللي قال تمنتاشر سنة حسب ما ذكر الطبري عن حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومع طول المدة إلا إنه كان حامد شاكر لرب العالمين ومقضي وقته في التسبيح وبس كل اللي كان بيعمله إنه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيسبح بالعضوين اللي ممسهمش المرض قلبه ولسانه لكن لما المرض طول وما كانش بيخف ابتدت الناس تبعد عنه ويخافوا إنه يعديهم وبطلوا يزوروا وما بقاش حد بيدخل بيته أبدا وبعدها كرروا إنهم يخرجوا برى البلد كأنه وباء عايزين يخلصوا منه وفعلا خرجوا برى البلد وفي بعض كتب اليهود يقال إنهم رموا على أكوام القمامة المهم إنه خرج بعيد عن بيته وذكر رغم إنه كان ضعيف ومش قادر على الحركة وكان وقتها لحمه بيقع ومش فاضل منه غير العظم والعصب ولما بعد عن بيته كان فيه تلات أشخاص بس هما اللي بيروحوا لحد عنده يسألوا عنه ويشوفوا طلباته أول اتنين كانوا راجلين من أحب أصدقائه الشخصين دول كانوا بيروحوا وبيجوا عليه لحد ما في يوم واحد منهم قال للتاني إن أيوب أزنى بزنب كبير جدا ربنا رافض يخفرهوله فرد التاني وقال له ليه بتقول كده قال له واحد بقاله 18 سنة مريض ما بيخفش يبقى أكيد ضعقاب رباني على زنب عمله وهنا بيكرر لاتنين دول إنهم يتركوا خدمته ويسيبوا كل الحمل على الشخص التالت واللي هي زوجته الوفية الطيبة اللي ما تقلش عنه في الصبر والشكر وكانت زوجته هي جيشه الوحيد اللي احتملت ضياع ماله وموت كل أولادهم وضياع صحته فكانت بتروح له يوميا تخدمه وتقوم على طلباته وبعدها تروح تخدم في بيوت الناس عشان تجيب له أكل تاني يوم ولما أيوب عرف الكلام اللي قاله أصحابه عنه ادايا ودع دعوته اللي تخلدت في كتاب الله العزيز في الآية 83 من سورة الأنبياء لما قال لربنا إنه مسوا الضر وإنه أرحم الراحمين لكن في قصة تانية بتتقال في نفس الموضع واللي بسببها دعى أيوب دعوته دي والقصة بتقول إن أهل البلد كانوا بيخافوا إنهم يشغلوا زوجته عندهم يعني كانوا خايفين إنها تنقلهم العدو فلما ما لقيتش حد يشغلها وكان لازم تجيب له الأكل بعد فرطها لوحدة من الأغنيات ولما راحت لسيدنا أيوب بالأكل وسألها جبت الأكل منين قالت له خدمت بيهم عند بعض الناس وتاني يوم قررت نفس الشيء وبعد فرطها التاني لكنها لما راحت له بالأكل ما رضيش ياكل غير لما تقوله جابت الأكل منين فشالت غطى شعرها ولقى شعرها محلو فالدايق وبسبب كده دعى دعوته المشهورة وبسرعة جاء رد الإلهي واستجاب سبحانه وتعالى لدعوة أيوب وردله كل اللي أخده منه وبتقول كتير من المصادر إن سيدنا أيوب دعى ربنا وفوض له أمره ووقتها استند على زوجته علشان توديه مكان يقضي في حكته وودته الزوجة ورجعت وقفت بعيد تنتظره لكنه تأخر عليها وسبب تأخيره إن ربنا أو حاله إن يضرب برجله الأرض ولما ضربها انفجرت عين ميا بردة اختسل منها وشرب منها زي ما أمره رب العالمين فشفيا من كل مرضه وألمه ورجع لزوجته بأفضل حال ويقال إنها لما كانت مستنياه وخرج واقف على رجله وجسمه سليم وعافى معرفتوش قاله هل تعرف نبي الله المبتلة؟ أنا والله ما شفتش حد يشبه وأدى فضحك وقال لها إن ربنا ردله صحته وعافيته مش كده وبس ده ربنا أكرم وجزاء صبره برد كل اللي ضاع منه مش بس صحته كمان ماله وأولاده وأهله وحب الناس وهنا في حديث عن أبي رايرا بيقول إن ربنا أمطر على سيدنا أيوب مطر أو جراد من دهب كان بيلمه في توبه قعد يلم يلم فسألوا ربنا من سابع سما أما اكتفيت فردوا وقالوا كيف أكتفي من كرمة نيجي لنقطة محل خلاف عند المفسرين وهي إن ربنا قال في كتابه العزيز في الآية 43 من سورة صاد إن ردله أهله ومثلهم معهم وهنا محل الخلاف فيه اللي قال إن ربنا أعاد لزوجته شبابها وحملت وولدت 26 ولد زيادة عن عدد ولاده اللي ماتوا وفيه اللي قال إن ربنا أحياله أولاده العشر اللي ماتوا هم هم وفيه اللي قال إن ربنا عمل الحكتين يعني أحياله أولاده اللي ماتوا ودالوا زيهم يعني زوجته خلفت أدهم تالي طيب بعد ما ربنا ردله صحته ولاده وماله وزيهم كمان ايه اللي حصل بقى الحقيقة ان زي ما ربنا ردله كل اللي ضاعه وزياد عليه رجع ايوب عابد زاهد وطقي اكتر من الاول واستحق تكريمه بوصفه الاواب اما عن وفاة سيدنا ايوب فيقال انه مات وعمره 93 سنة او اكتر وانه ابن بشر هو اللي خلفه في النبوة في قومه وبتقول عدد من المصادر ان ابن بشر هو نفسه النبي زي الكفر بس كده يا رب ماكنش طاولت عليكم وكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل كان معاكم اخوكم ناصر حكاية سلام عليكم